السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نتحدث عن سبجيكت ورحمة الله لنقصده بها سبجيكت عندما تكتبت يجب أن تتحدث أن السبجيكت ورحمة الله فاشتكتب واحد جملة خاصة تكون أكيد بأن السبجيكت دياله والفربي دياله تتميشون ما بدياته إذا كان سبجيكت سنجل المفرد إذا كان سبجيكت سنجل المفرد أو لكن أحد هاد البرناموز لهنا هي أو شي أو إت يحتاج إلى سنجل المفرد وأخصق وحد المفرد يستخدم مفرد إذا كان سبجيكت إذا كان سبجيكت فالفرنام اسم جمع سبجيكت ما شمعه أو اليوم ناون عنه ، نايرا ، نايرا ، نايرا ،iers ، ر guarantee ،Books اَكْسَمْلَاءً تَنْبِيزِي رَوْعَهْ 상 envol سر ستعقوله ق Spo caso تَنِّوز جيل قصف الأرض jump around ۳ پرسان精 ق Lead always drive to work لا يمن أبي يمشي يلعمل في السيارة Does if anyone or everyone know the answer to the question? Birds أهما plural دابا Birds lie eggs Children are playing on the swing تلا أبدك الدليلة Playing on the swing We have finished our homework We have finished our homework Collective nouns Collective nouns may be used with either singular or plural verbs كنا شفناه في واحد الدرس collective nouns القدر يستعملوا مع singular مفرد أو لا Plural verbs هادو حالة خاصة If the group members are all acting together as one إلا المجموعة تعدك تعدك الgroup كامل نحن نشوفوا الإكزامل Acting together as one تدريدك العمل محسب بلا شكل واحد Use a singular verb كنستعمل لهم وحد verb مفرد If the members of the group are acting as individuals إلا كانت يديروا الدور التي أكتب كأفراد يعني مجموعة داب واحد جور ثلاثة Use plural verb Example باش توضح الغالية That family has moved to Texas أذك لائلة أحنا دابستعملناها As a singular noun بحل All members are acting together as one كاملين Acting بحل واحد The family has moved to Texas The team is coached by Mr. Clark يعني team تدرب عن طريق Mr. Clark Team هذا الفريق كامل Is استعملنا لي The audience الجمهور Is نقصدنا الجمهور كامل وكواحد تشير جدرنا لي Is Plural نقلنا هنا That family has moved to Texas هنا إلا جمعناهم غن ناخدوا كل واحد as an individual غنقول The family were giving their opinions or the family have moved to Texas ستعملهم فل ديال الجمه هاد Collective nouns سيتسمل معهم جوج Singular and plural The team قلت هنا Is Coached هنا درت The team are sharing new ideas الفريق يعني الأفراد ديالهم كامل واحد 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 Sharing new ideas ستبارتجوا أفكار جديدة The audience هنا قلنا The audience is laughing هنا ستعملنا الaudience جمهور كواحد هنا ستعملناها كـ plural واحد جوج ثلاثة audience أفراد The audience are laughing سيتضحكوه Some plural nouns بعض الاسمه ديال الجمه such as بحال People أو la police أو la cattle cattle هي الماشية Don't end with S ما تنتهيوش بـ S لابن نقدرهم بلورال ديالهم Always use a plural verb with these nouns تبقوا دائما تيتسعمل معهم بلورال كما هما ديالج ليوم S People like to be prized الناس لبي وتشكروا وتمضحوا إلى آخرة The cattle الماشية are in the field في الحق The police have caught the thief في هذه الشرطة قبضت على الصارق أتمنى تكون يكون الدرس واضح تعال verb subject verb agreement and I see you with another lesson تبقوا دائما تبقوا دائما